مش حاجة اكمل فيها عشان انا خلص على الناس اللي انا اقول سميع يعني طيب خلينا اكلمك برضو على عبدالكبير الوادي انا شايفه من وجهة نظري وناس كتير شايفاه من اهم اللعيبة المحترفين اللي موجودين في بصر ومن اهم اللعيبة في اسبوحة ان لم يكن اهمهم على اطلاق من ناحية الهجومية هو تقريبا كمان اكتر محترف عمل اسستات يعني يمكن لو جبتوا الاحصائية هتلاقيه موجود بشكل كبير بيجيب اهداف لناد شموحة يمكن مع كابت عبدالحمن باسوني عامل اهداف وبيجيب اهداف على طول اهي الارقام اهيت برضو يا جماعة قدامنا عبدالكبير الوادي وارقامه عشرين مباراة مسجل سبع اهداف وصنع تمانية سدت خمسة وتلاتين تزديدة منهم خمستاشر على المرمى وتبريرات مفتاحة 34 سنة فرص 42 فضلك فهو مفتاح لعب من نسباننا مهمة جدا جدا اللعب كبير رعيب بوصل في نفسه جدا اللعب بيعمل جول وبيقدر يجيب جول اللعب كمان اللعب كلها بتحبه في بعض اللعبها ممكن بيبقى مهمة بالنسبة لك لكن فيه قلق بينه وبين زميله لكن عبدالكبير انسان هادي جدا محترف محترف بيركز في شغله بيتمرم بيتمرم بجدية بياخد الامور في المنشاة الرسمية بجدية ما عندهش يظهر في حتة الشغل بتاعه واعتقد ان في حالة وجود قرود ليه اعتقد هيبقى من الصعب ان انت تسيبه بقى في ظل ان مروان مش مكمل وراجع نادي الزمالك ولا ممكن لا نادي سموحة نادي كبير مش هيقف على اي لعب ما احترام الكامل لكل الفرقة نادي سموحة عنده عبدالكبير مروان حمدي كل ناس الاعراض حتى لو مشت الاعراض حتى صديق لعب كويس صديق لعب كويس جدا جدا من اللعبة برضو المهمين من اهم اللعبة لفغاية السرعة يعني من اهم اللعبة لفرقة صديق طبعا مفتاح لعب عالي جدا جدا معنا صديق طبعا تفح اهمية اهمية شكرا